اشتركوا في القناة شبوه نحو 600 ألف برمير كل شهر وأضاف أن النفط المنتج من محافظة مارب يتم تصديره من شبوه عبر خط جديد من مارب إلى بيحان كاشفا عن خطة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة أعلن القضاء الخاص في اليمن إطلاق رؤية لعادة أعمار البلاد التي تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال سنوات الحرب وتتضمن الرؤية التي اقترحت الغرف التجارية الصناعية مشاركة القطاع الخاص في بناء والاسم السياسات العامة والخطة المرتبطة بإعادة الإعمار كونه الأكثر دراية باحتياجات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وتتمثل خطة إعادة الإعمار كمشاريع في إعادة إعمار البنية التحتية والإسكان والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي بالإسهام في توفير جزء من التمويل اللازم نظمت الرابط الاقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة بمشاركة القطاع الخاص ورشة عمل حول أزمة الأمن الغذائي في اليمن التحديات والفرص وقرأت الورشة اتخاذ عدد من الجراءات العاجلة تتمثل بالإعلان عن خطة التدخل الناعم للسوق سد فجوة العرض والطلب للسلع الأساسية وتعديل الأسعار وتعديل هيكلي في بنية المجلس الأعلى للأمن الغذائي ليكون أكثر ديناميكية وفاعلية لتفادي زيادة تفاقم الأزمة الغذائية وتفعيل الجهود الحكومية في توفير المخزون الغذائي وضعت الولايات المتحدة أسسة حالف اقتصادي ضم 14 بلدا في منطقة آسيا والمحيد الهادي يقوم على تضوير القطاع الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وقانون العمل ومكافحة الفساد في إدارة تصدي لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة ويضم الإدارة الولايات المتحدة واستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفتنام وأخيرا أعلنت المفوذية الأوروبية عدم تمكن دول الاتحاد من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين وعتبرت في بأن لها اعتماد سقف السعر من شأن أن يضرب إرادات روسيا وتقليص حجم الأرباح التي تجنيها من بيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر